لما بنقول صباح النصر والأغنية اللي كنا بنسمحها في بداية الحلقة وعاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب النهاردة عشر رمضان كل سنة وانتم طيبين كده خلاص عدينا عشرة يام من رمضان لكن عشر رمضان بالنسبة لنا كمصريين يوم مميز جدا لأنه بتهل علينا ذكرى مهمة جدا ذكرى العاشر من رمضان حرب أكتوبر 1973 هي كانت 6 أكتوبر 1973 عشرة رمضان الحرب والنصر العظيم اللي وحد قلوب كل العرب ونجحنا الحمد لله في مثل هذه الأيام في استعادة الأرض والعزة والكرامة جنودنا البواسل خاضوا المعركة في شهر السيام وكانت يمكن دي يعني كلنا سمعناها وشفناها وحتى في الأعمال الفنية اللي بعد كده شفنا قد إيه جنود كانت بتتعالى الصيحات خلال العبور الله أكبر الله أكبر وقدروا خلالها أن هما يحطموا كل النظريات اللي كان بيتغنى بها العدو خلال تلك الفترة زي مثلا خط بارليف عايزة أقول له حضراتكم أيضا أن حرب العشر من رمضان 6 أكتوبر سطرت خلالها القوات المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عشان يستهيدوا الأرض وصنعت روحها نصرا أحيا الأمة وأعاد لها كرامتها وإحنا بنحتفل بذكرى العشر من رمضان لازم نواجه التحية لكل شهيد ضحب نفسه علشان إحنا نعيش وتحية لكل أم وكل أب وكل عائلة قدموا أبنائهم فداءا لمصر وكل عام وكل الشعب المصري والعربي بخير بمناسبة هذه الذكرى الغلي علينا قوي 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 والأرض دي أرض يعني عايزة أقول يعني أرض السينة دي ارتوت من دماء المصريين كتير أرض غالية وكل حب التراب فيها غالية قوي كل سنة وحضراتكم طيبين ترجمة نانسي قنقر